بسم الله الرحمن الرحيم المسألة الخامسة من مسائل الماء الطهور مع النجاسة هي تنقية المياه الصحية الصرف الصحي أولا تعريف الصرف الصحي هو عبارة عن مياه ناتجة عن استخدام الإنسان في الأنشطة العادية كالغسيل والتنظيف ويزالة النجاسة ونحو ذلك من الاستعمالات التي استعملها الإنسان في حياته إذن هذا هو المفهوم للصرف الصحي حكم استعمال هذا الماء الصرف الصحي في العبادات وفي العادات الحكم يحرم استعماله لثلاثة أمور الأمر الأول أنه نجس فإن هذا الصرف الصحي نجس لوجود النجاسة العينية فيه من فضلات بني آدم وغيره الأمر الثاني للضرر فمياه هذا الصرف الصحي فيها كثير من السموم وكثير من المقربات التي تضر بصحة الإنسان الأمر الثالث الاستقدار فإن هذا الصرف الصحي استقدر في عرف الناس وفي عاداته كيف يمكن تطهير مياه الصرف الصحي؟ حتى تصبح صالحة للاستعمال أو تعود الماء إلى وضعه الأصلي الذي خلقه الله عليه ويصبح نقيا تطهير مياه الصرف الصحي يمر بمراحل ذكروا أنها ست مراحل المرحلة الأولى هي مرحلة ما قبل المعالجة وهي المرحلة التي تشتمل على إزالة المواد الطافئة والأجسام الكبيرة كالأخشاب والحديد والمواد البلاستيكية ونحو ذلك من الإلسام الذي الطافئة على الماء إزالة الرمل الناعم عن طريق ترسيبه إزالة الشحوم والزيوت عن طريق تعويمها في أحواض خاصة هذه المرحلة الأولى المرحلة الثانية المعالجة الأولية وتقوم هذه المعالجة على ترسيب المواد العضوية وغير العضوية وهذه مرحلة الترسيب الأولى ثم تليها المرحلة الثالثة المعالجة الحيوية وهي المرحلة التي تنمى نوع من أنواع البكتيريا التي تتغذى على المواد العضوية وغير العضوية حتى تذهب أو تذهب بهذه المواد التي رسبت المرحلة الرابعة هي مرحلة الترسيب الثاني وهذه المرحلة يبقى شيء من المواد العالقة بعد المرحلة الثالثة بعد المرحلة الحيوية فيقومون بترسيب المياه مرة أخرى وبشكل خاص فبالتالي يذهب معلقة من المواد أو من النجاسات بعد هذه المرحلة المرحلة الخامسة هي المرحلة ما قبل الأخيرة وهي مرحلة المعالجة الثلاثية وتسمى المرشحات الرملية وهذه المرحلة عبارة عن إزالة جميع ما تبقى من المواد العالقة من النجاسات ونحوها بحيث هذه المرشحات لا تسمح بأن يتجاوزها شيء من المواد العالقة أو المواد النجسة والمرحلة السادسة والأخيرة هي مرحلة التعقيم وهذه المرحلة يتم تعقيم هذا الماء عن طريق وضع غاز الكولور في الأحواض هذه طبعا طريقة تنقية الماء هذه من المستجدات الفقهية التي ذكرها العلماء هذه المراحلة الست في تطهير الماء مياه الصرف الصحي من حيث الحكم الشرعي تنقسم إلى قسمين القسم الأول يتعلق بالتنقية الثنائية والحكم الأول والحكم الثاني يتعلق بالتنقية التنقية النهائية التنقية الثنائية وهذه المراحل الأربع الأولى تنتهي بمرحلة المعالجة الثلاثية المرشحات الرملية يعني تنتهي عند المرشحات الرملية يعني بعد المراحل الأربع الأولى فإذا طبقت هذه المراحل بكاملها حسب نظمها وروعي الدقة في ذلك فإن الماء يعود إلى طبيعته بمقدار 95% يعني بعد المعالجة الثلاثية يعني بعد المرشحات الرملية يصبح الماء تقريبا نظيف إلى 95% 95% في هذه المراحل بعد المراحل الأربع الأولى الفقهة ذكروا الحكم الشرعي بالنسبة لهذه المرحلة أو هذه التنقية الثنائية فقالوا يختلف الحكم باختلاف استخدامات هذا الماء فإما أن يستخدم هذا الماء في العادات والعبادات وإما أن يستخدم في السقي الزرع والأشجار ونحو ذلك فقالوا أولا استخدامه في الشرب والطهارة يعني في العادات والعبادات قالوا هذا غير جائز لا يجوز وهذا محرم لماذا؟ لأنه لا زال فيه نسبة نجاسة 5% ومدام فيه نسبة نجاسة فإن حكم الماء يبقى حكمه نجس ولا يوصف بأنه ماء طهور يستخدم في العبادات وفي العادات هذا بالنسبة للشرب وبالنسبة للطهارة في الوضوء أو الغسل أو نحو ذلك أما بالنسبة لاستخدامه في السقي سقي الزرع والأشجار فهذه المسألة تكلم فيها الفقهة هل يجوز تسميد النباتات بالأشياء النجسة والتي تتحول في التربة وتنتقل إلى شيء آخر؟ هم لا اختلفوا؟ طبعا القول الأول أن هذا جائز أنه يجوز استخدام هذا الماء وفيه نسبة 5% من نجاسة يجوز أن يستخدم في سقي الأشجار والزروع وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء واستدلوا بأن الأصل في ذلك الإباحة وأيضا هو مما جرت عدد ناس به ولم يرد في الشرع من ذلك منعا ثم قالوا أن النجاسة تطهر بالاستحالة لأن العين النجسة قد انقلبت من عين إلى عين أخرى وبالتالي لم تعود نجسة كميتة مثلا كميتة احترقت ثم ذهبت أجزاؤها في الأرض فحينئذ نقول أن أصبحت باختلاطها بالأشياء الأخرى وتغيرها إلى مادة أخرى أصبحت طاهرة القول الثاني قالوا لا يجوز أن تسمد الزروع والأشجار بالأشياء التي فيها نجاسة وبالتالي لا يجوز استخدام هذا الماء في الباقي فيه 5% من نجاسة لا يجوز استخدامه لسقي المزروعات من الأشجار والنباتات ونحو ذلك وهذا هو المشهور من المذهب الحنبلي واستدلوا بحديث روي عن ابن عباس قال كنا نكري الأرض يعني نؤجر الأرض ونشترط عليهم أن لا يدملوها بالعذرة يعني بالنجاسة وذكر أهل الحديث أن هذا الأثر ضعيف قال ابن عثمين رحمه الله والصواب في ذلك أن تسميد الزروع والأشجار بالعذرة أو بالفضلات النجسة أن هذا جائز ولا باس به لما ذكر من الدليل والتعليل السابق وعلى هذا يتبين أن الصرف الصحي في مرحلة الثنائية يمكن أن تسقى به الزروع وتسقى به الأشجار الاستخدام في ري المتنزهات والحدائق يعني هل يجوز أن نستخدم هذا الماء الذي وصلت درجة النقاء فيه بعد المرحلة الرابعة إلى 95% وبقي فيه 5% نجاسة هل يجوز أن نستخدم في ري المتنزهات والحدائق؟ هذا قسم العلماء إلى قسمين ما يمكن أن يسقى به قالوا بالنسبة لري الحدائق والمتنزهات قالوا إما أن تكون مسطحات خضراء لا يحتاجها الناس لا يجلسون فيها ولا يرتحون فيها ولا يستضلون في ظل الشجر الذي فيها فهذا قالوا جائز ولا بأس به لأن الضرر لا يتعدى إلى الغير لا يتعدى إلى الناس وإنما هذه مسطحات خضراء كما في الشوارع العامة ونحوها بحيث أن تسقى فلا أحد يجلس في هذه المسطحات الخضراء أما المسطحات الخضراء والحدائق والمتنزهات التي يجلس فيها الناس ويحتاجها الناس وربما يصلون فيها وتلتصق بها أجسامهم وثيابهم فالعلماء قالوا بعضهم قال أن ذلك يحرم يعني يحرم أن نسقي هذه الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء التي يستخدمها الناس ويحتاجها الناس للجلوس فيها ويتنزهون فيها يحرموا وقال بعضهم يقرأ قال ابن عثيمين رحمه الله والصواب أن ذلك محرم وأنه لا يجوز فلا يجوز أن نسقي هذه الحدائق التي يجلس عليها الناس بمياه الصرف الصحي بعد المرحلة الثنائية لأن ذلك الماء بقي فيه نسبة من النجاسة فلا يجوز استخدامه والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هرير رضي الله عنه اتقوا اللاعنين قالوا ومن لاعنان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس وفي ضلهم فهذا يشمل كل من يؤذي الناس ومن ذلك سقي هذه المسطحات بهذا الماء الذي فيه نجاسة فهو قد يتعرض للعن وهذا أمر محرم لا يجوز للناس أو لا يجوز للمسؤولين عن ري هذه المنتزهات أن يؤذي الناس باستخدام هذا الماء النجس وبالتالي الراجح على ما ذهب إليه ابن عثيمين وهو الذي يوافق الدليل أنه لا يجوز أن يسقى أو تسقى هذه المسطحات بهذا الماء رابعا استخدامه في تغذية المياه الجوفية استخدام هذا الماء الذي بقي فيه نسبة 5% من النجاسة بعد المرحلة الثالثة بعد المرحلة الرابعة استخدامه في تغذية المياه الجوفية قالوا لو وضع في الأرض فغذيت به المياه الجوفية من الأبار هذا جائز وليس فيه بأس وهذا أيضا فيه خلاف لكن الراجح كما ذهب إليه ابن عثيمين رحمه الله وقال وهو الصواب أنه جائز لأن الأرض والتراب طهور وهو أصبح ماء طهورا دليل ذلك قول الله عز وجل ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فبالتالي مدام أن هذا الماء اختلط بالأرض فأصبح طهورا ولا يضره ما بقي فيه من النجاسة وإن كانت يسيرة وبالتالي أنه باختلاطه بالماء الكثير يتغير ويصبح ماء طهورا نقيا نخلص في هذه المرحلة إلى أن استخدام الماء من حيث الحكم الشرعي استخدامه في الأكل والشرب والطهارة هذا محرم ولا يجوز استخدامه في سقي الأشجار والزروع هذا جائز ولا بأس به استخدامه في سقي الحدائق والمتنزهات هذا فيه تفصيل إن كانت هذه الحدائق والمتنزهات يغشها الناس فهذا محرم ولا يجوز وإن كان الناس لا يغشونها فهو جائز ثم تغذية المياه الجوفية هذا جائز ولا بأس به الحكم الشرعي الثاني فيما يتعلق بمياه الصرف الصحي وهو يتعلق بالمرحلة الثانية أو هي المرحلة التي تمت فيها المعالجة والتي أصبح الماء فيها المعالجة بالكلور طبعا الترصب النهائي والمعالجة بالكلور وأصبح الماء فيها طبيعيا كعادته الأولى ولم يبقى فيه شيء من نجسات صدرت في ذلك قرارات من هيئة كبر العلماء بالمملكة العسودية أن الماء بعدها مرحلة المعالجة الثلاثية أنه إذا عاد إلى خلقته فإنه لا باس يستخدم في الطهارة وفي الشرب وفي سقي المزروعات وفي تغذية المياه فأصبح ماء طهورا وكذلك أخذ بهذا المجمع الفقهي في قراراته حيث قرر أنه بعد مرحلة معالجة الثلاثية لا بأس أن يستخدم في الأكل والشرب والطهارة إلى آخر هذا والله أعلم وأحكم